بنستمتع بأجازة عيد الأطحى المبارك وإن شاء الله تكونوا حضراتكم جميعاً اتبسطتوا في الأجازة وبنتكلم بقى كمان عن يعني نرجع كده لعهد المصريين القدماء واحتفالاتهم بالأعياد والحقيقة كان عندهم أعياد متنوعة وأعياد واحتفالات خاصة بالحب وبتنصيب على العرش ويعني مجموعة كبيرة من الأعياد الدينية بنشوفها على جدران المعابد المختلفة وسأتكلم بمحضراتكم أكتر عن طقوس المصري القديم واحتفاله بالأعياد وإيه هي هذه الأعياد اللي كان بيحتفل بها المصري القديم ومظاهر الاحتفال عند المصري القديم مع دكتور علي أبو تشيش خبير الأثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين مساء الخير على حضرتك يا دكتور كل سنة واخراتك ربحضرتك وحب نفر حرأس يعني عيد سعيد عليك بشل وقريف كل سنة وحضرتك ربحضرتك بخير وسع즘 عايزين نعرف المناسبات اللي كانت بيحتفل بيها المصر القديم ومظاهر الاحتفال به وهل بتختلف المظاهر دي ما بين أعياد دينية لأعياد الحصاد لأعياد الحب طبعاً والمصر القديم أول شعوب العالم احتفل بالأعياد زي المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت مقال احنا عندنا في مصر القديم أكتر من 260 عيد الأعياد كانت بتتنوع زي ما حالك قلت أعياد دينية وأعياد سياسية وأعياد تتوجي الملك على العرش وأعياد الطبيعة الشاهد اللي كانت في الأعياد دايماً هو زبح الزبائح فكرة زبح الزبائح دي جات من أول ميلاد البشرية لأن الإنسان القديم كان دايماً بيؤمن بأن فيه حاجة بتسير الوجود أو فيه قوة خارقة فبدأ أنه يتقرب لها من فكرة القربان أو تقديم الزبائح خوفاً من قدرة الطبيعة وبعد كده بدأ المصر القديم يخرج على دفاف نهر النيل لأنه زي ما حالك عارفة النيل هو اللي إدى المصر الشخصية الإقلومية فكان الاحتفال دايماً على دفاف نهر النيل الأعياد كانت متنوعة جداً وأهم عيد إحنا بنحتفل به اللي هو عيد شم النسيم وعندنا عياد كتير جداً زي عيد تتوجي الملك على العرش عندنا عيد مهم جداً جداً اللي هو عيد القبط اللي احتفل به سيادة الرئيس في لقص الحاج شفت الموكب اللي هو الإله أمون بيروح للإلهة موت في المركب المقدس بتاعه فالأعياد متنوعة ومهمة جداً في المصر القديمة وبتدل إن المصر القديم ما كانش بيؤمن بحضارة الموت بس يعني إحنا ما بيشتغل في الحفير وبنطلع أثار دايماً الناس بتعتقد إن الحضارة المصر القديمة كانت حضارة موت أو حضارة بعث لإننا أما اشتغلنا في الحفير وطلعنا مدينة زهباء مفقودة في القصر دكتور زيحة وسط اللحة فبدأنا إن إحنا نعرف إن إزاي الناس دي كانت بتعيش والناس دي كانت بتحتفل الاحتفال طبعاً كان مهم جداً كان بيبدأ دايماً بيخرجوا للمتنزهات والزينة كانوا بيحتفلوا بالطبيعة يتزلوا ملاكب في النيل كل الحاجات دي كانت بتدل على عبقرية المصر القديمة إنه كان واعي إزاي إنه بيحتفل بالأعياد بتاعها طيب عايزيني نعرف أهم من مظاهر الاحتفال حضارك قلت الدبائح وهل كانت بتتوزع يعني الدبائح دي على الشعب ولا كان إيه اللي بيحصل طبعاً الزبائح دي كان بتتوزع من خلال الكهنة وكان ده نوع من أنواع التكافل الاجتماعي إن الشعب كله ينعم باللحوم دي وده حاجة مهمة جداً جداً إن المصر القديم كان بيوزع اللحمة والناس كان بتشتغل دايماً في الأهرامات كانت فيه ناس كتير تقول إن العبيد اللي بنوا الهرام الصخرة الصخرة فإحنا ما لقينا في مقابر العمال بناة الهرام والمقابر اللي اكتشافها برضو الدكتور زي حواس وعالم ناسار مارك لينر لنا لحمة مجففة كانوا يحط عليها اللحمة على اللحمة الملح ويحطها في الشمس عشان تأدد وتنشف لأن ما كانتش فيه تلاجات أيامهم وكده فده دليل مهم جداً جداً إن الهرام بتاعنا والحضارة ما تبنتش بالصخرة تاني حاجة كان بياخد ساعة في النخيل ومظهر مهم للتكافل الاجتماعي تاني حاجة كان بياخد ساعة في النخيل وبيعمل قلادات على صدره وبيروح في المتنزهات بيروح مراكب النيل كانوا دايماً برضو في الأعياد دي بيأكلوا حاجة مهمة جداً اللي هو السمك المملح اللي هو الفيسيخ برضو عشان كانوا بيملحوه كانوا من تقضيص السمك نفسه ولأن نهر النيل هو دايماً اللي بيدوهم الخير والنماء والتحنيط جنة من فكرة تمليح السمك هو برضو المصر القديم كان بيملح الجسة وبيفرخها من الأشياء اللي جواها وبيحط مادة الراتينج فكل ده مظاهر مهمة جداً جداً للأعياد احنا وصلت لنا هذه المظاهر من خلال وثائقيات أو من خلال يعني ايه ده سؤال مهم جداً بحال حضرتك عليه الحاجات دي كلها بتظهر من خلال جداريات من خلال مكتات في المتحف المصري يعني فيه صور كتير جداً للزبح المصر القديم ازاي كان بيتبح ازاي كان بيستخدم مكتات خشبية للزبح ازاي كان بيستخدم جوا المعابد دايماً الملك تليه دايماً وبيقدم الكرابيل للإله بيقدم دايماً الكرابيل لانه هو الوسيط ما بين الملك والشعب والإله فكان الملك دايماً يخش المعبد ويقدم الكرابيل للإله كنوع من العرفان بالجميل انه هو الإله هو اللي خليه يوضع على العرش هالمسجل عندنا شكل الاحتفالات مثلاً الموسيقى استخدامها في الاحتفالات الأزياء الخاصة بالأعياد كل ده يعني مسجل بس متفرق مش دايماً عندنا برضية أو جدارية بتقول ان العيد كان بيمشي ده سألسله ازاي ولكن ان احنا مشتغل في الحفائر ممكن نطلع بعد كده برضيات بتقول كده لكن الحفائلات الموسيقية كانت موجودة الخروج للمتنزهات كانت موجود الدبح حتى ونقطة الدم كانت موجودة عندنا دايماً فيكة مذابح بيتباحوا فيها الماشية والكباش تقديمها للإلهة فكل ده بيرجع لنوع من التكافل الاجتماعي وعندنا دلوقتي برضو الدبح بيوزع برضو على الفقراء وعلى الناس كل ده نوع من أنواع التكافل الاجتماعي فالأديان كلها والحضرات كلها واخد فكرة الزبحة أو تقديم الأضحية للإلهة هل كانوا بيبقى عندهم مثلاً إعفاء من العمل يعني أجازة يعني أو عطايا ما في الأعياد تقابل العدية عندنا دلوقتي لا ما كانوا بياخدوا أجازات يعني هو دايماً كانوا الأعياد كتيرة جداً جداً يعني ممكن يكون كل يوم عيد لأن فيه فئات معينة كانت بتعمل العيد فيه أعياد سياسية انتصارات الملك تقصد أنه مش كل الأعياد كل الفئات بتحتفل بيها لا مش كل الفئات بتحتفل بيها لكن فيه أعياد مهمة زي الأعياد السياسية أو أعياد انتصار الملك أو أعياد الربيع أو أعياد شم النسيم كل الأعياد دي كانوا بيحتفلوا بيها لكن بقية الأعياد الأعياد الفئوية زي مثلاً ما نقول عندنا في مصر دلوقتي مولد فلان الفلان في الكارية الفلانية ففئة معينة اللي بتحتفل لكن زي العيد الأطحى أو عيد الفطر المبارك جميع المسلمين بيحتفلوا بيها وكذلك الأعياد للأخوة المسيحيين برضو الحقيقة يعني مدهش إنه مظاهر الاحتفال ولو إحنا هنا بنتكلم عن الدباقة حلواجه التحديد ما اختلفتش كتير على مرة العصور لا لا ما اختلفتش لأن إحنا الموروث بتاعنا هو المصر القديم يعني مصر هي الحضارة الوحيدة اللي سجلت التاريخ بتاعها على الحجر فبقية حتى الآن في شعوب كتير سجلتوا على الطين وعلى ألواح الطينية فإحنا بناخد المعلومة من حيث لا مصادر لا تاريخ الحفاير والشغل في الأسرار كل ما بتطلعي سطر جديد بيضيف كتب في التاريخ المصر القديم عندنا البرضيات بتدينا حاجات مهمة وأشياء مهمة جدا إحنا لسه ما عرفناهاش فالعلم ما بيتوقفش وخصوصا علم المصريات الرمل دايما والتراب هو اللي بيبوح بالأسرار بتاعنا والحقيقة كمان يعني إحنا يمكن كنا دلوقت بنهزر بالكلام ده ونقول إن إحنا دايما في أعيادنا أو في خروجاتنا الأكل شيء مهم وحضرتك بتتكلم أنا شايف أنه الطعام هو القسم المشترك ما بين كل هذه الاحتفالات فعلا الطعام كان أهم حاجة زي ما بلت حضرتك السمك المملح اللحوم دايما كانوا وكانوا كمان بيعملوا الكعك كعك العيد يعني ما كانوا بيعملوا كرس كده من السمنة والدقيق وبيضفوا عليه بعض الفواكه وكانوا الكرس ده جاي من فلسفة استدارة كرس الشمس وكانوا بيوزعوه برضو في المعابد فكعك ده أو الكرس ده جاي برضو فلسفة مصرية قديمة فالأكل زي ما حاك قلت هو القسم المشترك في الأعياد كلها وكان ده مظهر مهم جدا كانوا من التكافر ونؤمن الحضارة المصرية القديمة زي ما حاك قلت ما تبنتش بالسخرى ولا تبنت بالعبودية وده دليل بيضحت كل النظريات اللي دلوقتي في الدول كتير بتتبنى صحيح أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي أبو تشيش خبير الأثار المصرية وعضو اتحاد الأثاريين شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا شكرا لحضرتك بخير يا فاند شكرا